بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فهو النور الذي نزل من النور على النور بواسطة النور إلى النور القرآن الكريم القرآن الكريم نور وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا نزل من النور وهو الله الله نور السماوات والأرض على النور أي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين قال المفسرون إن المقصود بالنور هنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة النور أي بواسطة سيدنا جبريل وجبريل من الملائكة والملائكة قال في حقها سيدنا رسول الله أنها خلقت من النور إلى النور أي إلى أمة النبي صلى الله عليه وسلم نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم فالله نور والرسول صلى الله عليه وسلم نور والقرآن الكريم نور والمؤمن نور فاللهم أتمم لنا نورنا يا رب العالمين القرآن الكريم هو الميثاق الأعظم وهو الخطاب الإلهي الأفخم من أراد منا أن يكون موصولا بالله عز وجل موصوفا بالفهم عن الله سبحانه وتعالى صانعا للخير والجمال أداة حقيقية من أدوات البناء والتنمية والحضارة فليقبل على القرآن الكريم وليس المقصود بالإقبال هنا أن تقبل على القرآن الكريم بالتلاوة فقط لا بل إن المقصود أن نقبل على القرآن الكريم تلاوة وفهما وتطبيقا ولأجل ذلك حين نسمع كلمة القرآن نفهم من ذلك أنه يقرأ فلما نزل القرآن الكريم وحفظ في السطور ودو فأصبح كتابا إذن هو قرآن باعتبار أنه يقرأ وهو كتاب باعتبار أنه محفوظ في السطور وهذا ليحقق لك أن للقرآن الكريم وسيلتين تستطيع من خلالهما أن تقبل عليه بالتلاوة إما أن يكون محفوظا في السطور وإما أن يكون مكتوبا في السطور هذا يسر لك الإقبال على قراءة القرآن الكريم على أي حالة كنت القرآن الكريم أودع الله عز وجل فيه مجموعة من الأوامر والنواهي هذه الأوامر وهذه النواهي ليست تضييقا على الإنسان وليست تقييدا لحركة الإنسان بل هي أصل أصيل لحفظ وصيانة الإنسان هناك ما نسميه بالصانع وهناك ما نسميه بالحرفي الصانع هو الذي يوجد أمرا معدومة الحرفي هو الذي يقوم بصيانة الصنعة أنت تريد أن تقوم بصيانة هذه الصنعة أي هذه الجوارح التي وهبك الله إياها السبيل الرئيس لصيانة هذه الصنعة هو أن تلتزم الأوامر وأن تكتنب النواهي التي أودعها الله عز وجل في القرآن الكريم فكأن الأوامر القرآنية والنواهي التي جاءت في القرآن الكريم هي الحرفية لصيانة الإنسان منا لصيانة هذه الصنعة الإلهية لصيانتها عن كل ما يؤذيها في الدنيا وكذلك عن كل ما يؤذيها في الآخرة وهو العقاب إذن الأوامر والنواهي ليست تضييقاً على الإنسان ولا تقييداً لحركة الإنسان بل هي أدوات رئيسة لصيانة الإنسان منا في الدنيا لصناعة الحياة بالخير لصناعة الجمال في هذه الدنيا ولأجل ذلك تخيل أنك تسير في طريق ما ثم وجدت لافتة ضخمة مكتوبا عليها احذر انتبه لا تقترب المكان هنا خطر هل ستجرب مع هذا التنبيه؟ ما وظيفة هذا التنبيه؟ ما وظيفة هذا التحذير؟ ما وظيفة هذا النهي؟ ما وظيفة هذا الأمر؟ وظيفته صيانة لك أنت أيها الإنسان كذلك ولله المثل الأعلى القرآن الكريم أودع الله فيه مجموعة من الأوامر والنواهي صيانة لك ولكي تصنع من خلالها الجمال والخير في الدنيا لينتظرك الخير والجمال في الآخرة إن شاء الله عز وجل الناس يقرؤون القرآن الكريم وهذا باب عظيم للخير من الله عز وجل ولكن نقول لك لا نريد منك الكم وفقت بل نريد منك الكيف ماذا طبقت من القرآن الكريم؟ ما هي الأوامر التي حولتها إلى واقع عملي؟ كيف نستطيع أن نفهم وصف السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قالت كان خلقه القرآن ما معنى هذه العبارة المنيرة؟ السيدة عائشة تريد أن تخبرنا أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خير مطبق لآيات القرآن الكريم فعلينا أن نكون على هذا الهج وأن نترجم الآيات القرآنية وأن نحولها إلى واقع عملي قراءتك للقرآن الكريم عبادة ولك أجر أن تعطي كل حرف مخرجه الصحيح عبادة ولك أجر أن تحكم قواعد التجويد في قراءتك للقرآن الكريم عبادة ولك أجر ولكن أين الخطورة في أن لا تنفعل أنت لآيات القرآن الكريم أن لا تحولها إلى واقع عملي الأصل الأصيل في آيات القرآن الكريم التأمل والتدبر حتى تحولها لواقع عملي نسأل الله سبحانه وتعالى اللهم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء وصلى الله وسلم وبرك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم شكرا